مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنسعلم فيه الكثير من الكلمات السياسية من الأخبار من موقع BBC بالتحديد عنوان المقال الجيش الجزائري يحث على إزالة الرئيس عبدالعزيز بودفليقة ارجز يحث على أرمي الجيش الجريا's army chief of staff has demanded President Abdelaziz بودفليقة be declared unfit to rule after weeks of protests against him رئيس أركان الجيش الجزائري أو جيش الجزائر طلب بأن يصرح بأن الرئيس عبدالعزيز بودفليقة ليس مؤهلا لأن يحكم بعد أسابيع من الاحتجاجات ضده unfit 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 غير مؤهل غير كف أو هنا غير قادر be declared هنا لاحظ بأن chief of staff رئيس هيئة الأركان chief of staff رئيس هيئة الأركان الجيش طلب demanded has demanded طلب بأن يصرح be declared أن يصرح الرئيس عبدالعزيز بودفليقة لاحظ بأن الجملة في العربية تكون مقلوبة نوعا ما unfit to rule غير قادر على الحكم after weeks بعد أسابيع of protests من الاحتجاجات against him against him ضده speaking on television لفتنانت جنرال أحمد جود سلاح said we must find a way out of this crisis immediately within the constitutional framework هنا متحددا على التلفزيون speaking on television قال lieutenant lieutenant هذه اختصار لكلمة lieutenant general هذا اختصار لجنرال أحمد قيد صلاح قال يجب أن نجد طريقة أو حد لهذه الأزمة مباشرة we must find a way out of this crisis immediately crisis أزمة within the constitutional framework في إطاري الدستور وفي إطاري الدستوري constitutional الدستوري within في إطاري the president has already agreed not to stand for a fifth term in upcoming elections which have been delayed الرئيس سبق أن واقف بأنه لن لن يترشح لولاية خامسة أو كما تسمى في الجزائر للعهدة الخامسة in upcoming elections في الانتخابات القادمة upcoming elections upcoming elections which have been delayed التي أخرت which have been delayed delay تعني يؤخر أو يتأخر المتظاهرون يتهمون يعني باللقاء هنا استخدم the 22 year old يعني الشخص البالغ 82 سنة يتهمونه بأنه يقوم بحيلة لإطالة حكمه البالغ 20 سنة apply حيلة apply يتهمونه بأنه يحتال بأنها حيلة to prolong to prolong to prolong to prolong ليطيلة his 20 year rule rule حكم talks have been set up to oversee the country's political transition draft a new constitution and set the date for elections but they do not yet have a date to start تم إجراء محادثات talks have been set up have been set up يعني أجريات talks 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 محادثات talks إلا تنتق talks to oversee the country's political transition للإشراف على الانتقال السياسي في البلاد to oversee to oversee للإشراف على political transition الانتقال السياسي draft a new constitution سياغة دستور جديد draft a new constitution and set the date for elections وتحديد موعد الانتخابات and set the date for elections لكنهم ليس لديهم موعد حتى الآن but they do not yet have a date to start but they do not yet have a date هنا they do not yet have a date ليس لديهم موعد حتى الآن yet yet حتى الآن up up until the present سأقوم أعطيكم بعض الكلمات التي ستقوم بترجمتها في التعليقات unfit 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 crisis 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 حاولوا أن تجدوا كذلك على الأنترنت ما هو جم هذه الكلمة crisis upcoming upcoming elections elections إلى اللقاء في درس لاحق ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا أردتم التوصل بدرس جديدة إلى اللقاء